السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلام كله باسمعني. معكم الاستاذ الصفار من قناة تيوك. اسمعنا الاول مرة اعجوا الفيديو من ان تشتريك وفعلنا الجرس. اه اليوم بازن الله اه انشاء عن الاخلاص في العمل. للصف الاول متوسط. انشاء بسيط يروب اعجبكم تستفيدوا. موجود في قنوات تيوك تعبر كثير عن الاخلاص. اه في عن الاخلاص في القول والفعل وهنا اخلاص في العمل. في موضوعات اخرى عن الاخلاص والاتقام في العمل ايضا. يمكنكم اطلع عليه اذا اردتم الاطلاع. اه نقرأ الموضوع على بركة الله يارب تستفيدوا منه. مقدمة اترك فراغ مسافة كلم ذات الموضوع التعبير في بداية الانشاء اترك فراغ يجب ترك فراغ لتنظيم الموضوع. فراغ يعني بياض او مسافة كلم. الاخلاص في العمل من اعظم الامور التي يجب الالتزام بها. لما لها من اثر طيب على حياة الفرد والمجتمع باكمله. اه مقدمة سطرين. لمحة بسيطة عن الموضوع. لمحة بسيطة. لا يزيد لا تزيد المقدمة عن سطرين او ثلاثة. بتكون قصيرة المقدمة. بقدر الامكان نحن نلخص او نكتب لمحة بسيطة في البداية. العرض. ماذا كتبنا في العرض? هنتكلم عن اه اهمية الاخلاص في العمل. واجبنا. تجاه العمل. اه وكمان المقدمة اه والختمة في الاخير. الاخلاص في العمل من صفات المؤمنين الصادقين الذين اه اه صدقوا عهدهم واعدهم مع الله تعالى. فالاخلاص من مكارم الاخلاق التي امرنا بها الله. والانسان المخلص في عمله تكون اه سريرته نقية. وزهنه صاف. ولو اخلص جميع الناس في عماله من اطور المجتمع وارتفع اه وارتفع شأنه. طور المجتمع وارتفع شأنه. كما ان الاخلاص في العمل. يزيل القرهية. ده كل ده اهمية الاخلاص في العمل. وطريقة للنجاح من جميع الشرور. والوصول الى اعلى مرتب الامان. ويحقق النجاح والتميز. وهو سبيل قبول الاعمال وشرف الطاعة. ويزيد من الحماس والاسرار. ولذا علينا جميعا بالاخلاص في العمل. ونتقن فيه اشد اطقام. ويقول الامام علي. افت العمل ترك الاخلاص فيه. وقيل ايضا من قصر بالعمل ابتله. من قصر بالعمل ابتله. ينبغي العمل بالدقة والمهارة منذ البدء فيه حتى الانتهاء. واخراجه الى الناس باحسن ما يكون. وايضا التمسك باخلاقيات المهنة من صدق وامانة وتعاون. فالله سبحانه وتعالى يحب الانسان الذي يتقن عمله ولا يتركه ناقصا. خاتمة. وخلاصة القول او ممكن نقول وختاما. او اخيرا. اه بعرف القارة ان انا وصلت الى الخاتمة بقولي وخلاصة القول. او ختاما. ان العمل مهم والاتقان والاخلاص فيه واجف ديني واخلاقي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا الله وبتغوجهه. إذا أردتم موضوع قصير أقصر من ذلك سطور قليلة يمكنكم التلخيص العرض أترك فراغ عند كل فقرة جديدة عند المقدمة أترك فراغ عند العرض أترك فراغ عند الخاتمة أترك فراغ وتنظيم الموضوع ولا تنسوا على ما الترك من النقطة في ناية المقدمة والفاصلات أدي فاصلة 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 وغيرها عند القول يقول قال قلت يقول أفعل القول نضع النقطتين الشاهد سواء كان آية قرآنية حديث مقولة حكمة ضعها بين المزدوجين في البداية يفتحهم في نهاية يأغلقون قيل أيضا نقطتين الشاهد هنا مزدوجين ونضعها بين المزدوجين الجزء الأو في العرض أهمية الإخلاص في العمل إذا علينا نصيحة الشواهد عندنا قول الإمام ومقولة أخرى وحديث شريف يمكنكم أن تسبقوا الحديث في البداية أسبقوا الحديث في الأول وبعدين المقولة اجعلوها في الخاتمة ومقولة في الأخير مقولة عن الإمام اجعلوها في الأخير شكرا جزيلا دمتم في العية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا